السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأهزاء طلاب الصف الخامس أسعد الله أوقاتكم درسنا لهذا اليوم الدرس الثالث عشر من كتاب التربية الإسلامية بعنوان خلق الشجعة دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الأخلاق في هذه الدنيا والأخلاق كثيرة التي كان يحثنا عليها منها الصدق الأمانة والحياء وغيرها من الأخلاق اليوم درسنا عن خلق من الأخلاق التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلينا كمسلمين أن نكون من الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الآن لدينا مثال صغير أو قصة صغيرة في بداية الدرس نقرأها ثم نستنتج معنى الشجعة ذهب طلبة الصف الخامس الأساسي في رحلة مدرسية إلى واد الموجب بصحبة معلم التربية الرياضية وفي الطريق نزل الطلبة لمشاهدة واد فيه شلالات فإذا بطالب يقفز في الماء من أجل السباحة لكنه أوشك أن يغرق وما إن شاهد المعلم الطالب وهو يستغيث حتى قفز في الماء وأنقذه أعجب الجميع بشجاعة المعلم وأثنوا عليه خيرا الآن لدينا استنتج من القصة السابقة معنى الشجاعة طبعا من القصة السابقة برأيكم ما هي الشجاعة؟ طبعا كل شخص أو كل طالب ينظر إلى الشجاعة بمنظوره الخاص لكن معنى الشجاعة مثلا أن يكون قلبه قوي لكن هي باختصار معنى الشجاعة هي الإقدام من غير خوف أو تردد على التصرف في المواقف التي تحتاج إلى ثبات وعزيمة نعيد مرة أخرى معنى الشجاعة الشجاعة هي الإقدام من غير خوف أو تردد على التصرف في المواقف التي تحتاج إلى ثبات وعزيمة لدينا هنا صور نتأمل الصور الآتية ونعبر عن صور الشجاعة فيها الصورة الأولى هناك أشخاص يساعدون في إطفاء الحريق شجاعة رجل الإطفاء في إخماد الحريق الصورة الثانية شخص يلقي أمام الناس شجاعة الطالب في الحديث أمام الكبار هذه تعتبر من أنواع الشجاعة أن يقوم الشخص بإلقاء كلمة أمام الناس الصورة الثالثة شجاعة الجندي في الدفاع عن وطنه نأتي الآن إلى مواقف من الشجاعة أولا من شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس فقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق بعضهم نحو الصوت ليتبينوا الأمر فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وكان على فرس وفي عنقه سيف فطمأنهم وطلب منهم العودة إلى بيوتهم هذه القصة دلت على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس في بيته فسمع أهل المدينة صوت فكان أول الواصلين إلى ذلك الصوت لماذا؟ لأنه كان يريد مساعدة أو إعانة ذلك الشخص الذي خرج من عنده الصوت فذهب مسرعا إلى ذلك الصوت وطمأن الناس وهذا يعتبر من المواقف التي تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أفكر أين تجد خلق الشجاعة في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته الآن تبرز شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة لمعرفة مصدر الصوت المخيف قبل أي أحد من الصحابة ودفعه عن المسلمين ثانيا من مواقف الشجاعة من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم كان الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في صغره يلعب مع الصبيان في الطريق فمر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتفرقوا وهربوا إلا عبد الله بن الزبير إذن هنا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخاف الناس منه لكن عبد الله بن الزبير كان صغير ومر عمر فاستغرب عمر بن الخطاب أن عبد الله بن الزبير ليس خائفا منه لأن الصبيان الذين مع عبد الله بن الزبير تفرقوا وهربوا عندما شاهدوا عمر بن الخطاب لكن عبد الله بن الزبير لم يخاف فقال له عمر رضي الله عنه لماذا لم تهرب كما هرب أصحابك لاحظوا هنا إجابة عبد الله بن الزبير قال له يا أمير المؤمنين لم أرتكب ذنبا فأخاف منك وليست الطريق طيقة فأوسعه لك لاحظوا هنا شجاعة عبد الله بن الزبير أناقش فوائد الشجاعة مع زميلي وأدون بعضها في الفراغ الظاهري في الشكل الآتي من فوائد الشجاعة لها فوائد كثيرة ومتعددة أولا نيل محبة الناس الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى وأيضا حفظ الأمن في الوطن وحفظ حقوق الناس نكتب في الفراغ حفظ الأمن في الوطن وحفظ حقوق الناس معلومة إثرائية معنى التهور يظن بعض الناس أن التهور هو نوع من أنواع الشجاعة لكن هذا خطأ في الحقيقة غير ذلك فهو خلق مذموم إذن التهور ليس كالشجاعة فهو خلق مذموم يتمثل في اندفاع الإنسان إلى القيام بعمل يسبب الكثير من المخاطر من دون تفكير في العواقب نشاط بصفحة خمسة وخمسين واجب ننتقل الآن إلى أختبر معلوماتي صفحة ستة وخمسين السؤال الأول أتدبر الآية الكريمة الآتية وأوضح صورة الشجاعة التي تعبر عنها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا صدق الله العظيم هنا صورة الشجاعة الثبات في الجهاد في سبيل الله تعالى السؤال الثاني أتأمل المواقف في الجدول الآتي وأختار الوصف المناسب لها شجاعة أو تهور نقرأ المثال أو الموقف الأول أسرع الشرطي إلى مكان الخطر لحماية الناس هنا شجاعة أم تهور أحسنتم شجاعة الموقف الثاني قاد رمزي السيارة بسرعة كبيرة في طرقات المدينة هنا تهور أجاب عطية عن أسئلة المعلم من دون تردد هنا هذه شجاعة أم تهور شجاعة حرص فادي دائما على قول الحق بأدب دون خوف من أحد شجاعة تسلق عامر عمود الكهرباء لإحضار طائرته الورقية العالقة هنا هذا يعتبر تهور السؤال الثالث أملأ المربعات الثلاثة في الشكل الآتي بالحروف الناقصة ثم أقرأ العبارة الناتجة وأدونها في الأسفل نضع في المربعات عمودي حرف النون والجيم والميم والأفوقي حرف الدال والسين والميم والشين فيتكون لدينا العبارة الأولى عمودي الإسلام يعلم الشجاعة والعبارة الأولى الأفوقي الجبن مذموم أرجو منكم طلاب الأعزاء كتابة إجابات أختبر معلوماتي وحل نشاط صفحة 55 وإرسال الحل وشكرا جزيلا لكم